في عالم منقسم بفعل أزمات جيوسياسية متعددة وأجندة مزدحمة مثقلة بملفات اقتصادية شائكة يتجدد انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس الجبل شتاء لأول مرة منذ ثلاث سنوات وإلى المكان استبقت الهواجس ومخاطر الركود العالم المؤلم نحو ثلاثة آلاف مشارك من صناع القرار الاقتصادي والسياسي بمن فيهم خمسون رئيس دولة وحكومة مع تحذير المنتدى في تقريره حول المخاطر الاقتصادية العالمية للعام الحالي من عاصفة اقتصادية تدفع الدول الناشئة بينها دول عربية إلى مزيد من المعاناة مع احتياجاتها المعيشية وسط أزمة ديون ستساهم في الانقسام الاقتصاد العالمي والتوترات الجيوسياسية وإعادة هيكلة صادمة في ضائقة الديون على نطاق واسع لسنوات العشر المقبلة على ظوء استمرار الحرب في أوكرانيا التي توشك على دخول عامها الثاني بتداعياتها العميقة على أسعار الغداء والطاقة نشطاء البيئات والحقوقيون احتلوا أيضا شوارع البلدة الجبلية قبل النافذين في أسواق المال والأعمال فالاحتجاجات المناهضة للتوجه العالمي نحو العودة إلى استغلال الوقود الأحفوري حاضرة هنا مثل ما حضرت دعوات تشكيل عالم عادل اجتماعيا أكبر تجمعا لأثرياء العالم في نسخته الشتوية يشهد غياب أغنياء روسيا للعام الثاني على التولي مع اقتصال الحضور الصيني على نائب رئيس مجلس الدولة دون مليارديرات بكين غياب سعى المنظمون لملئه عبر مشاركة واسعة لأغنياء الولايات المتحدة الأمريكية بحضور ثلاثة وثلاثين مليارديرا أمريكيا في حين اقتصر الحضور من القارة الأوروبية على ثمانية عشر مليارديرا